وفي سياق متصل صرح السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان من عبد العزيز لصحيفة واشنطن بوست بأن هناك تقدما كبيرا في العلاقات السعودية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب وأضاف أن الرئيس الأمريكي عازم على العمل مع حلفائه في المنطقة لمواجهة توسع الإيراني والإرهاب مشيدا بسياساته الحالية تجاه المنطقة وحول أزمة قطر قال السفير أن سياسات قطر تشكل تهديدا للأمن الوطني السعودي خصوصا عندما تتدخل في الشأن الداخلي وتدعم المتطرفين كما أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن قطر دعمت في سوريا تنظيمات التابعة للقاعدة وبعض الميليشيات الإرهابية في العراق معبرا عن أمله في أن تتوقف قطر عن تمويل الإرهاب